موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ريدمشين طوز اللهب طبعا في هذا المقطع رح نستكمل سلسلة من داخل المخيم ومن داخل المخيم رح نشوف اهم الاشياء الغريبة والافعال الغريبة اللي تسويها ميس كريم شو طبعا ميس كريم شو شخصية غريبة وشخصية فريدة من نوعها وشخصية يعني صعب تتعامل معها لكن هي شخصية كبيرة وشخصية مهمة في المخيم ولها دور كبير في القصة طبعا ميس كريم شو تسوي أشياء غريبة كثيرة جدا لعل أهمها إنها تضرب أرثر مورغين بشكل غريب ولسبب غريب فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب تحديدا في الشابطر الأول والشابطر الثاني والشابطر الثالث إذا جيت للمخيم وإنت وصخان وملابسك متسخة وحالتك حالة رح يصير شيء غريب لما ترجع للمخيم تعالوا نشوف سويا مهة 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 وكما سويا وكما سويا حسنا مهة أم سويا مهة لا أتبع أم من أن أعرف إن أعلم أبعي من خلال أعرف ام تحن أم حسنًا هناك بعض الناس لكي حسنًا شكراً شكراً ترجمة نفسك ليس الوقت تجربة تجربة لكي تشبه من مجموعة من قدران لا حسنًا سأذهب هناك بعض الهاتف لتحديث حسناً شكراً أرى أنك تستطيع التعليم أنا لست فولة يا رمشان هذا ليس لك فضلك لكن في مجلسكك ستكون مجددا 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 هنا لديك شكرا طبعا زي ما شفتوا جانا كف زين لهب غير ملامح وجهنا وجاتنا ميس كريم شو داهمتنا وخلت ارثر مورغن غصبا عنه يروح ويغسل نفسه ويتنظف وايضا في شي رهيب صراحة يعني ارثر مورغن يتعلم ما في مشكلة جاءه اول مرة اكله كف عشان ماهو نظيف فتنظف خلاص وضع طبيعي جاء المرة الثانية برضه وصخان لكن هذه المرة اخذ باله وما خلى ميس كريم شو تعطيه كف راح هو تنظف بنفسه بالنسبة لاخر مرة شفت لما جاء ارثر مورغن يبقى يحضر ميس كريم شو هو يعني متسخ صراحة هذه اللقطة جدا عجبتني يعني روكستار مبرمجة الوضع على كذا اذا والله كنت لاعب دايما تخلي ارثر مورغن متسخ وحالة حالة وغير نظيف روكستار ترسلك ميس كريم شو وتجبرك انك تتنظف وتتروش لما ترجع للمخيم وايضا ميس كريم شو راح تاخذ مبلغ معين عشانك ما كنت نظيف وعشانها دلتك على انك تتروش راح تاخذ تقريبا 25 سنت الى 50 سن طيب بما اننا خشينا في ميس كريم شو تعالوا تشوف بعض اللقطات الغريبة والرهيبة اللي تسويها ميس كريم شو من داخل المخيم هم؟ 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 بنا هم؟ هم؟ هم wealth انك ممتاز مسما أجانا انتظر في محية حزيه اسبع أجل؟ انتظر في محية أجل؟ تقلق، أيها الحزيان، الزيارة، أيها العظاق ملأة كانت متحدة لوم السوداء مقتضى كانت باص أخذني و أعتقد أنه في السبب لم أكن لم أعرف ذلك أعطي أرجوك ماذا يتحدث؟ ماذا يتحدث؟ معك أنك لا تتحدث مجددا و من أنا؟ أنا لا أعرف من أنت من أنت من أنت أن أعرف مجددا لقد أصبح нужد خطار و حتشفت وأعرف أن يكون دائم ولكن ما سنزال لقد يجب أن نقوم وحتى أن نقوم لقد نقوم 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 من هناك ميلا أو نقدم 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 لقدم طبعا زي ما شفتوا لقطات كثيرة لمس كريم شو من داخل المخيم ومن هذه اللقطات نقدر نستنتج انه مس كريم شو ما تتناسب مع احد وما يعجبها احد او بمعنى اخر مودها ما يناسب مود اي احد في المخيم شخصية مس كريم شو شخصية صعبة وصعبة المراس ومو اي واحد يعجبها شخصية جدا صعبة وصعبة درجة اولى لكن صراحة في لقطة جذبت انتباهي لما مايكا بيل جاء عند مس كريم شو ويبغى يتنمر عليها مس كريم شو على طول طلعت له المسدس وصوبت عليه وبغى تدمر جبهة الحنش مايكا بيل يعني كانت مستعدة لزي كذا اشياء وزي كذا افعال من التنمر طيب بالنسبة لي اهم لقطة شفتها لمس كريم شو من داخل المخيم رح يكون الجدال الكبير اللي دار بينها وبين دوتش طبعا من هذا الجدال نقدر نستنتج ونقدر نتأكد موضوع انه دوتش يشوف نفسه قائد ما يحتاج انك تشكك في قدراته او انك تسأله عن فعل رح يسويه يعني يشوف نفسه فوق كل حاجة وفوق السؤال وفوق انك تسأله عن شي معين وهذا شي خطأ ومفروض ما يكون في القائد طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم وايضا شاركونا ايش افضل لقطة عجبتكم من لقطات ميس كريم شو طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هده الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة